تقوياً كشف وزير والتقى عبد المجيد عطار رامس الخميس عن التحذير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في إطار الإنعاش الاقتصادي للبلد الذي يقتضي أو تقضي إحدى أولوياته الإسراع في تنفيذ نصوص التطبيقية لقانون المحلوقات وأوضح عطار خلالات رأسه الاجتماع مع إطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال التقوي والتقات المتجددة شمس الدين ناشيتور أنه في إطار الإنعاش الاقتصادي للبلد يرجى حالياً إعداد خارطة طريق تحت إشراف مجموعات عمل من وزراء الطاقة وتضم ممثلاً عن كل هيئة ومؤسسة تابعة للقطاع